السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعينا الكرام ما زلنا نرصد ونتابع المنخفض الذي سيمس المناطق الشرقية بأمطار وثلوج بحول الله تعالى ابتداء من يوم السبت متابعينا الكرام فيما يخص متابعينا الكرام الثلوج المناطق المعنية بحول الله تعالى لحد الآن وبعد تحديثات لنهار اليوم وننتظر تحديثات يوم الغد بحول الله تعالى سأعطيكم لمحة عن المناطق المعنية بثلوج متابعينا الكرام وستكون ان شاء الله ثلوج كثيفة ان توفرت الرطوبة الكافية بحول الله تعالى لحد الآن وبعد تحديثات متابعينا الكرام كما نتابع معكم في الصورة المناطق المعنية ابتداء من يوم الأحد صباحا ستكون ولاية باتنا ولاية خنشلة وولاية جبسة متابعينا الكرام تزداد هذه الثلوج كثيفة بحول الله تعالى وتنتقل بالإضافة إلى المناطق التي ذكرناها تنتقل إلى ولاية أمن بواقي ومناطق من ولاية قساطينة متابعينا الكرام بالإضافة إلى غالما وسوق هراس بالإضافة إلى مرتفعات برج بورريج ليلة الأحد متابعينا الكرام أيضا تزداد الثلوج وتنتقل إلى ولاية الصطيف بالإضافة إلى ولاية برج بورريج ستبقى متابعينا الكرام تميز الثلوج والأمطار هذه المناطق إلى غاية يوم الثلاثة ستكون متابعينا الكرام تساقطات للثلوج من حين إلى آخر ابتداء من يوم الثلاثة على كل المناطق المذكرة سنوفيكم متابعينا الكرام بعلو تساقط الثلوج لحد الآن هو على 800 متر وأكثر سنوفيكم أيضا بجديد التحديثات وجديد أحوال التقص فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته